الحكمة القديمة التي يتناقلها حكماء العالم منذ أزمنة بعيدة هكذا يقولون يقولون إذا أردت أن تأخذ علماً نافعاً فخذه من ألسنة العلماء خذه من أفواه العلماء لماذا؟ يقولون إن العلماء يترددون على أسواق الكتب ويشترون أحسن ما يجدون يتجولون في أسواق الكتب فيشترون أحسن ما يجدون وحينما يحملون كتبهم إلى بيوتهم يحملون الكتب التي اشتروها اشتروها فإنهم سيقرؤون أحسن ما يشترون يركزون في القراءة على أحسن ما اشتروا من الكتب فإنهم يقرؤون أحسن ما يشترون وحينما يقرؤون فإنهم يحفظون أحسن ما يقرؤون أحسن ما يقرؤونه سيحفظونه إما أن يثبت في الذهن بشكل تلقائي وإما أنهم يقومون بحفظه لأهميته ويحفظون أحسن ما يقرؤون وحينما يتحدثون فإنهم يتحدثون بأحسن ما يحفظون حكمة جميلة ليست بالضرورة أن تكون حقيقية في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة ومع كل الذين يقال لهم علماء ولكنها حكمة جميلة إذا كان فعلا محمد رضا السستاني مكتبة متنقلة للعلوم الإسلامية فأين آثار هذه المكتبة أين آثارها لا تقول إنه كتب كتبا كتابة الكتب أمر سهل خصوصا وإن كتب العلماء في النجف تقرر لهم هناك كتاب يكتبون له قرأت عليكم قبل قليل كتابه هذا الذي تدور أطروحة الدكتوراه حوله من الذي جمعه ونظمه وأخرجه وكتبه محمد البكاء هذه أبحاث محمد رضا السستاني من الذي جمعها وقررها ونظمها محمد البكاء الفضل يعود إلى محمد البكاء صحيح أصل الأبحاث والدروس لمحمد رضا السستاني ولكن الذي أخرجها بهذه الصورة محمد البكاء وهكذا في كتابه الحج مثلا هذه قضية معروفة قضية التقرير الأساتذة في الحوزة يقدمون الدروس وهناك من طلابهم من يقوم بتقرير الدروس هذه المكتبة المتنقلة أين آثارها أين آثارها حينما نقول فلان مكتبة متنقلة فلان مدرسة متنقلة فلان موسوعة علمية متنقلة حينما نقول هكذا لا بد أن نتلمس آثارا من هذا وإذا أردنا أن نقف عند الكتب فهذه الكتب هي أبعد ما تكون عن منهج العترة الطاهرة مثل ما قلت لكم حتى لو كان هذا الكلام دقيقا وصحيحا من أن محمد رضا السستاني مكتبة متنقلة للعلوم الإسلامية إنها علوم النواصب إنها العلوم التي تبعدنا عن محمد وآل محمد بالضبط بالضبط مثل ما يأتي الكلام في رسالة إمام زماننا إلى الشيعة والتي وصلتنا عبر ميرز مهد الإصفهاني طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت كهذه العلوم الإسلامية التي يتحدثون عنها هنا هذه المكتبة المتنقلة من العلوم الإسلامية طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هذا هو واقع الشيعة المشؤوم واقع حوزة النجس نذهب إلى صفحة 16 العنوان ملامح فكر محمد رضا السيستاني الرجالي أما ملامح فكره الرجال فقائم على أركان منها من خلال تتبع الباحثة تقول صاحبة الأطروحة من خلال تتبع لكتابات السيد محمد رضا السيستاني بمختلف مستوياتها الفكرية والفقهية والرجالية وجدت أولا الدراسة فماذا قالت هنا استوعب ذلك في بدايات دراسته عن الحج تتناول كتابه الكبير في الحج وفقهه وأحكامه استوعب ذلك في بدايات دراسته عن الحج وما ذكره في أصول اللغة أو الشر بل تطرق حتى لرأي المستشرقي هي أيضا أدركت الفكرة الاستشراقية في أبحاث محمد رضا السيستاني محمد رضا السيستاني في كتابه الحج حين تحدث عن تعريف الحاج وعن حقيقة الحاج نقل من كل مكان هذا هو كتابه بحوث في شرح مناسك الحج هذا الجزء الأول سأعود إليه نقل من كل مكان إلا 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 عن العترة الطاهرة وحق الزهراء البتول سأقرأ عليكم نقل عن كل أحد قد يقول قائل هناك روايات عن أهل البيت هناك روايات عن أهل البيت تأتي في عموم سياق كلامه حينما تحدث عن تعريف الحج لم ينقل حرفا واحدا عن العترة الطاهرة في ضوء مرحلة التأويل تحدث عن روايات تتناسب مع مرحلة التنزيل التي نسخت والتي تأتي في سياق العلوم الإسلامية الناصبية التي أشير إليها قبل قليل هذا ما سأثبته لكم أنا لا أتحدث من دون إثباتات كما عودتكم بالوثائق والحقائق هؤلاء هم مراجع الماضي وهؤلاء هم مراجع المستقبل دائما أقول لكم من أن المراجع جميعا على المنهج نفسه المشكلة ليست في أشخاصهم المشكلة في المنهج استوعب ذلك في بدايات دراسته عن الحج وما ذكره في أصول اللغة أو الشر بل تطرق حتى لرأي المستشرقين كما قرأ باستيعاب ودرس ما كتبه جورجي زيدان جورجي زيدان الكاتب المسيحي اللبناني المعروف والذي توفي سنة 1914 ميلاد جورجي زيدان أسلوبه أسلوب المستشرقين وقد يكون أقبح منهم إنه محرف كبير محرف كبير صدقوني قرأت رواياته في تاريخ الإسلام وكنت في السنة العاشرة من عمري وفي ذلك السن كنت أتلمس التحريف للمعلومات التي كانت عندي فعلى سبيل المثال روايته التي عنوانها ليلة السابع عشر من شهر رمضان إنه يتحدث عن استشهاد أمير المؤمنين كنا صغارا كنا صغارا أتذكر ونحن في السنة الرابعة الخامسة أمهاتنا وجداتنا كنا يعلمنا أن نلعن قطاما وابن ملجم في ليلة التاسعة عشر من شهر رمضان وهذا الأمر نعرفه منذ صغرنا ولأننا في تلك الليالي كنا نأكل طعاما معينا هكذا شائع عند الشيعة وهو ليس صحيحا من أن الأميرة يحب الطعام الفلانية واشتهاه في هذه الليلة على أي حال هذه طقوس شعبية شيعية هذه التفاصيل نتذكرها ونحن صغار رحم الله أمهاتنا وجداتنا هكذا انتقلت إلينا البراءة والولاية في الانتماء الأسري وأنا لا أريد أن أركز كثيرا على الانتماء الأسري انتماؤنا الأصل هو الانتماء العقائدي في تلك السن قرأت رواياته إلى الآن أتذكر قرأت المملوك الشارت شجرة الدر هذه الكتب كانت موجودة في مكتبتنا الصغيرة في البيت المملوك الشارت والبعض منها كنت أستعيره من المكتبة العامة الشارل وعبد الرحمن غادت كربلاء وقد تلمست وأنا في العاشرة مدى التحريف الذي قام به جرج زيدان وهو يكتب هذه الرواية عن واقعة كربلاء التي اسمها غادة كربلاء لا أريد أن أحدثكم عن مذكرات فيما قرأته من كتب جرج زيدان فقد قرأت كل رواياته وقرأت كتابه في تلك السن عن تاريخ التمدن الإسلامي الذي ينقل عنه محمد رضا السيستاني خلاصة القول جرج زيدان أقبح من المستشرقين أقبح من المستشرقين بكثير لأنه يزور ويحرف عن قصد وعن عمد في الروايات التاريخية وحتى في كتاباته التاريخية الباحثة تقول ودرس ما كتبه جرج زيدان في تاريخ التمدن الإسلامي وما نقبه جواد علي جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام سأعود إلى هذه الكتب كي أحدثكم عنها هذا أيضا كتب كتابه على طريقة المستشرقين كتاب علمي أكاديمي معروف المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام يتألف من عشرة أجزاء الجزء العاشر فهارس الكتاب والأجزاء كبيرة جدا سأعود إلى هذا الكتاب إلى كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لأن محمد رضا السستاني نقل عنه كثيرا وما حوته دائرة المعارف الإسلامية وهذه موسوعة كتبها المستشرقون هذه موسوعة المستشرقين وهي مليئة بالمعلومات غير الصحيحة وما حوته دائرة المعارف الإسلامية هذه الموسوعة مكتوبة أصلا باللغة الإنجليزية وبعد ذلك ترجمت إلى اللغات الأوروبية وترجمت إلى العربية أيضا استوعب ذلك من هو محمد رضا السستاني في بدايات دراسته عن الحج وما ذكره في أصول اللغة أو الشرع بل تطرق حتى لرأي المستشرقين كما قرأ باستيعاب ودرس ما كتبه جرج زيدان في تأريخ التمدن الإسلامي وما نقبه جواد علي في كتابه المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام وما حوته دائرة المعارف الإسلامية من معلومات قيمة كل ذلك كان دراسة متسعة لأمر فقهي فهذه المصادر التي ذكرتها تشير إلى تاريخ التمدن الإسلامي لجرج زيدان المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي أو إلى دائرة المعارف الإسلامية التي ألفها جمع غفير من مستشرق أوروبا فهذه المصادر التي ذكرتها تنبئك ما يبحث عنه السيد الرضا وما يفكر فيه إنها تدلله بهذا التعبير فهذه المصادر التي ذكرتها تنبئك ما يبحث عنه السيد الرضا وما يفكر فيه حتى تجعلك تعتقد أنه لا يغادر صغيرة أو كبيرة الذي لا يغادر صغيرة أو كبيرة هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وما هو بالسيد الرضا فهذه المصادر التي قطعا يتقصد الأمر بنحو النسبي أنا لا ألوم الباحثة ولا شأن لي بها فهذه باحثة أكاديمية بحسب ما تعلمت ودرست وبحسب المنهجية التي تعرفها تؤلف تنظم أطروحتها لا شأن لي بها لكنها جزء من المنظومة اللوقية أتحدث عن الأطروحة وما يرتبط بها فهذه المصادر التي ذكرتها تنبئك ما يبحث عنه السيد الرضا وما يفكر فيه حتى تجعلك تعتقد أنه لا يغادر صغيرة أو كبيرة إلا ويبحث عنها بحثا يستوعب المسألة الفقهية ويعط انطباعا يفترض انطباعا جديدا يبدو هناك خطأ مطبعي ويعطي انطباعا جديد عن الفكر الرجالي في مدرسة النجف إنها مدرسة الطوسي الذي هو عصارة الفكر الفقهي بدأ هذا الخبن هذا الخبن نحن نعرف هذا الخبن موجود في كل مكان ويعطي انطباعا جديدا عن الفكر الرجالي في مدرسة النجف الذي هو عصارة الفكر الفقهي في الاستيعاب والشمول فبناء الحكم التصديقي عنده قائم على بناء الرؤية التصورية الدقيقة نحن نتحدث عن هراء فمن أين تأتي الرؤية التصديقية مبنية على رؤية تصورية دقيقة أساسا علم الرجال مخالف للقرآن بالمطلق بالمطلق سأضرب لكم أمثلة من الكتاب الكريم من آياته التي تسقط علم الرجال بالمطلق فإذا أسقط بالمطلق فأية رؤية تصورية دقيقة قد تحققت حتى تترتب عليها رؤية تصديقية في البداية جئونا بالعرش وبعد ذلك أنقش على العرش أتمنى أن تكون الباحثة تشاهد هذه الحلقة أو أنها تشاهدها بعد ذلك كي تعرف من أن القرآن ناقض بالمطلق لعلم الرجال نذهب إلى سورة الحجرات وإلى الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات وقد ذكرتها لكم في الحلقة الماضية لكنني سأتحدث عنها بشكل سريع ومجمل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين القرآن صريح من أن فاسقاً يأتينا بنبأ بخبر بحديث وهذا الفاسق فاسق بحكم الله لا بحكم الرجالي فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنا لا ترفضوا خبره وإنما عليكم أن تتأكدوا من مضمون المتن فإن علم الرجال ذهب علم الرجال ذهب من دون عودة ذهب مع الريح قرآن صريح إِنْ جَاءَكُمْ فَهْسِقُونَ بنبأ فَتَبَيَّنُوا أَكْثَرُ الْرُّوَاتِ مَجَاهِيْهِلُ قَلِيلٌ مِنَ الرُّوَاتِ عندنا معلومات في قدحهم في كتب الرجال وهي معلومات ليس صحيحة ولكنني سأسير مع الكذاب وأسير وراءه إلى باب داره فعلماء الرجال كذابون ومراجعنا كذابون سأسير مع هؤلاء الكذابين إلى أبواب دورهم الرواة الذين قدحوا في كتب الرجال قليلون بالقياس إلى المجاهيل المجاهيل لا نستطيع أن نقدحهم مثلما لا نستطيع أن نمدحهم لكننا لا نستطيع أن نقدحهم المجهول حاله في الخيرية أفضل بكثير من الفاسق وأكثر الرواة مجاهيل القرآن يقول لنا من أن الفاسق لا بحكم الرجاليين بحكم الله هذا فاسق حقيقي الآية نزلت في واقعة قذف عائشة لسيدة ماريا أم إبراهيم ووقعت كذلك في قضية الوليد ابن عقبة حينما أرسله النبي إلى بعض القبائل وقال ما قال لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل أسباب نزول الآية مرتين نزلت مرتين فالحديث في تلك الوقائع عن فاسق فقط ولا وجود لجهة موثوقة وهو فاسق حقيقي بحكم الله مع ذلك القرآن يقول لا ترفضوا خبره وإنما تحركوا باتجاه المتن إذن لا بد من وجود معرفة لا بد من وجود آلية لا بد من وجود علوم على أساسها نستطيع أن نتبين المتون هذه العلوم أولا أولا قرآنهم ثانيا تفسيرهم لقرآنهم وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير ثالثا موسوعية في حديثهم رابعا استنباط أصولهم التي أصلوها لنا وفقا لقواعد الفهم العلوي هذا علي يفهمكم بعد هكذا أخذ علينا رسول الله الميثاق في بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعد يضاف إلى ذلك البلاغة والفصاحة أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحا إذا كنتم تتعاملون مع حديثنا فلابد أن تكونوا على فصاحة وعلى بلاغة ولابد أن تكونوا عارفين بمعاريض كلامنا لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا وهذا لن يتحقق إلا بموسوعية في الأحاديث وفهم دقيق لمضامينها عبر منهجية لحن القول إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول هذه العلوم التي نحتاجها لتمييز الأحاديث والأخبار القرآن هكذا يأمرنا ما قال لنا عود وميز الأسانيد قال تبين المتون فما قيمة علم الرجال فعلم الرجال ضلال فأي فكر ينشأ من الضلال هذا الكتاب قبسات من علم الرجال المفروض أن يكون العنوان ظلمات وضلالات من علم الرجال هذه ما هي بقبسات هذه ظلمات وضلالات من علم الرجال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا القرآن يأمرنا فتبينوا هذا التبين عبر العلوم والمعارف التي أشرت إليها يجب على الحوزة أن تدرس هذه العلوم لا أن تدرس هذه القذارة هذه قذارة أطروحة الدكتورة هذه في قذارات محمد رضا السيستاني في ضلالات محمد رضا السيستاني التي هي ضلالات أبي وضلالات الطوس وضلالات الخوئ وضلالات محمد باقر الصدر وضلالات حوزة النجف أنا أحدثكم عن قرآن لا أحدثكم عن روايات يمكنكم أن تقولوا من أنها ضعيفة السنة أحدثكم عن قرآن الآية واضحة صريحة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تبينوا علينا أن نتعلم العلوم التي تمنحنا القدرة على التبين وهي التي أشرت إليها قبل قليل الآية ما تحدثت عن علم الرجال وحتى إذا أراد أن يضحك عليكم ويقولون من أن للآية مفهوما من مراد من المفهوم الكلام له منطوق وهو الذي تدل عليه الكلمات التي ننطقها هذا هو المنطوق المفهوم هو هذا الذي يفهم من وراء الكلمات يمكن أن يكون للكلام مفهوم ولكن لا بد أن تقوم القرائن على ذلك على سبيل المثال أقول لك إن ذهبت إلى السوق كي أستعمل أصيغة نفسها إن ذهبت إلى السوق فاشتري لنفسك قميصا من أموالي أو فاشتري لي تفاحة أموالي هذه جملة شرطية لكن لا مفهوم فيها فإنني قصدت شيئا واحدا هو الذي دلت عليه الألفاظ من أنك إذا ذهبت إلى السوق فاشتري لي تفاحة فليس هناك من مفهوم في الكلام وإذا لم تذهب إلى السوق فلا تشتري لي تفاحة هذا 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 الكلام أنا ما قصدته ولا يقصده عاقل هذا هو المفهوم المفهوم هو ما يفهم من وراء الكلام وليس من الألفاظ نفسها فهذه الآية ليس فيها من مفهوم لأن الآية نزلت في واقعة أهم عنوان فيها الكذب وليس هناك من حديث عن صدق وعن ثقة واقعة عائشة مع ماريا أم إبراهيم واقعة كذب وافتراء وقذ وليس هناك من جزء من الواقعة يتحدث عن صدق وعن ثقة وعن قبول وكذلك واقعة الوليد ابن عقبة سبحانه وتعالى هنا يقول إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا هو لا يتحدث عن ثقة وحتى لو تحدث عن ثقة مفهوما إذا تعارض المنطوق مع المفهوم سيسقط المفهوم فإن المنطوق هكذا يقول الفاسق لا ترفض خبرا ولكن دققوا في مضمونه إذا نحن لا نرفض أي خبر فما الحاجة لعلم الرجال قد يقول قائل كي نعرف الثقات وكي نقبل أخبارهم من دون التأكد من ذلك وهذا الكلام ليس منطقيا الثقات يخطئون ويشتبهون مع قلة عدد الثقات من الرواة القرآن هنا يعطينا منهجا من أننا لا شأن لنا بالأشخاص بعبارة أخرى لا شأن لنا بالرجال لا شأن لنا بالأسانيد شأننا مع المتون مع المضامين فعلينا أن نتعلم العلوم التي نحتاجها في معرفة المتون وهذا هو الذي لا يدرس في حوزة الطوسي الذي يدرس في حوزة الطوسي ما يحتاجونه لمعرفة الأسانيد بخلاف منهج القرآن القرآن يريد منا أن نتعلم العلوم التي من خلالها نستطيع أن نتبين المتون حوزة الطوسي مراجع حوزة الطوسي درس ويدرسون ويعلمون الحوزويين ما يحتاجونه في معرفة الأسانيد وفقا للمنهج الناصبي ستكون النتائج ليست صحيحة في مقام التفسير وفي مقام العقائد والمعارف وفي مقام الفتاوى والأحكام وهذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي تفاسير ضلال عقاء الضلال معارف ضلال وفتاوى ضلال بسبب هذه الكتب التي تمجد وعبر المنظومة اللوقية تكتب عنها أطروحات دكتورا مهزلة هذه الدكتورا أي دكتورا هذا ضلال يخالف القرآن هذا العنوان الفكر الرجالي أي فكر هذا ليس له من قاعدة قرآنية القرآن يرفض علم الرجال الآية واضحة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذه الآية ليس لها مفهوم هؤلاء في النجف يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الشيعة ويجعلون الآية دليلا على أخذ أخبار الثقات من دون فحص ويرفضون بقية الأخبار الآية لا تقول هكذا الآية تقول الفاسق يؤخذ بخبره ولكن لا بد أن نتبين مضمونه سقط علم الرجال فهذه قبسات من علم الرجال لمحمد رضا السيستاني هذه ضلالات ظلمات قذارات من علم الرجال هنيئا لشيعة بمراجعهم العظام الذين ماتوا والأحياء والقادمين هنيئا لشيعة بمراجعهم العظام أخذ لكم مثالا من القرآن أيضا من سورة هوت ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين إنه يرى أن ولده صالح من الصالحين ولذلك يخاطبه بهذا الخطاب إنني أقرأ من سورة هود من الآية الثانية والأربعين بعد البسملة ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين إنه يرى ولده من الصالحين ويقول له لا تكن مع الكافرين نوح كان مأمورا أن يركب الصالحين فقط في سفينته ولذا فإنه كان مأمورا أن لا يركب زوجته لأنها كانت خائنة بحسب أحاديث أهل البيت قد فعلت الفاحشة والفاحشة معروفة الفاحشة هي الزنة بحسب أحاديث أهل البيت فزوجة نوح كانت خائنة وكان نوح مأمورا أن لا يركبها لأنها من مجموعة الكافرين من مجموعة المغرقين نوح كان مأمورا أن يركب الصالحين فقط في سفينته فنوح كان يعتقد في ابنه هذا أنه كان صالحا ولذا قال له هكذا ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين هذا بعد الطوفان الآية هكذا تقول وهي تجري بهم في موج كالجبال هذا بعد الطوفان لو كان صالحا لجاء إلى السفينة ماذا أقول عن هذا النبي نبي هذا لا أستطيع أن أقول شيئا لكن ني سأستدل بهذه الواقعة على بطلان علم الرجال وهي تجري بهم في موج كالجبال يعني أن الصالحين جميعا قد ركبوا في السفينة والحيوانات كذلك الصالحون جميعا قد ركبوا في السفينة وبدأت أمواج الطوفان وبدأت السفينة تتحرك وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ما أكي أي تبلاغة في هذه الآية يقشعر الجلد عند قراءتها وقيل يا أرض بلعي ما أكي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين أي لوحة ترسمها هذه الآية وقيل يا أرض بلعي ما أكي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي واستوت على النجف على الجودي الجودي في رواياتنا لا شأن لي بتفاسير السقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بتفاسير سقيفة بني طوسي واستوت على الجودي الجودي جبل النجف وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الرب فقال ربي إن نبني من أهلي حتى بعد أن غريق لا زال يعتقد من أنه صالحون وهذا نبي من أولي العزم وهو شيخ المرسلين هو أشرف الأنبياء هو شيخ المرسلين هكذا نسلم عليه في زيارته حينما نزور أمير المؤمنين في النجف ونزور نوحا النبي نسلم عليه السلام عليك يا شيخ المرسلين هذا شيخ المرسلين والذي عد إبراهيم من شيعته في القرآن هم كلهم شيعة لعليه ولكن مراتب الأنبياء قطعا أنا لا أتحدث عن سيد الكائنات أنا أتحدث عن الأنبياء من شيعته هم كلهم شيعة لعلي هم كلهم شيعة للزهراء صلوات الله عليها لكن المراتب تختلف فيما بينهم فإبراهيم من شيعة نوح القرآن يصرح بهذا في سورة الصافات ابنه غرق ولا زال يعتقد من أنه صالح ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أنت وعدتني أن تنقذ أهلي ولا تحدث عن زوجته لأن زوجته خرجت من دائرة أهله بخيانتها لكنه يعتقد نوح يعتقد أن ابنه هذا كان صالحا وكان من أهله وكان يفترض أن ينجو من الغرق ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم قال يا نوح إنه ليس من أهلك تقييمك الرجالي ليس صحيحا وهذا نبي من أولي العازم ويتحدث عن ولده عن ابنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك تقييمك خاطئ إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فعلم الرجال ما هو بعلم إذا كان نوح من أولي العازم بحسب المعلومات التي عنده عن ولده وهو ابنه معه في بيته ونوح إلى ذلك الوقت قد عاش قرونا من الزمان ما يقرب من ألف سنة أية خبرة وأية تجربة عنده ومع ذلك فكل معلوماته عن الرجال سبحانه وتعالى ما عدها علما فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين الذي عندك من المعلومات هذا جهل بحسب القرآن لا يوجد شيء اسمه علم الرجال حتى يترتب عليه فكر رجالي كما سميت هذه الأطروحة بحسب القرآن لا يوجد شيء اسمه علم الرجال هؤلاء هم الأنبياء الآن محمد رضا السستاني من أين يأتي بعلم عن رواة قبل قرون وقرون من أين يأتي بعلمه أي علم هذا نوح شيخ مرسلين من أولي العزم وعاش قرونا بخبرة وتجربة هي خبرة الأنبياء ومع ذلك هو لا يعرف أن يقيم ابنه وسبحانه وتعالى يقول له معلوماتك ما هي بعلم ولا تكن جاهلا قال يا نوح إنه ليس من أهلك تقييمك خاطئ ماذا قال نوح ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي هذا هو التقييم الرجالي من نوح النبي لابنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك تقييمك الرجالي خاطئ إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم معلوماتك لا تعد علما معلوماتك عن الرجال إني أعظك أن تكون من الجاهلين فماذا قال نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم أنا لست عالما بالرجال وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين يعني إذا استعملت علم الرجال فإنني سأكون من الخاسرين عية خسارة يا أيها الشيعة أنتم فيها هذا قرآن أنا لا أحدثكم عن روايات أنا أقرأ عليكم قرآنا لا مجال للطعن فيه وهذه سيرة نبي هو أشرف الأنبياء أشرف الأنبياء من شعة محمد وآل محمد صلوات الله عليه ها هو يقيم ابنه بين يدي الله هو متأكد من تقييمه الرجال ونادى نوح ربه فقال ربي إن نبني من أهلي فماذا قال له الله يا نوح إنه ليس من أهلك تقييمك الرجالي خاطئ بالمطلق إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين فالمعلومات الرجالية لا هي بعلم والذي يتمسك بها جاهل 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 ومن هنا قلت من أن هذا الكتاب قبسات من علم الرجال ضلالات ظلمات جهالات قذارات من علم الرجال وهذه الأطروحة التي عنوانها الفكر الرجالي في هذه القذارات أي فكر هذا هذه قذارات فأي فكر يخرج من القذارات والضلالات والجهالات هذا قرآن قرآن هذا تدبر فيه وهذا القرآن الذي ورد في هذه الواقعة في واقعة ابن نوح يأتي منسجما بالتمام والكمال مع ما مر علينا في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات من أن الأصل هو المتن وإذا جمعنا بين هذه الواقعة وبين تلك الآية فإن الآية حتى لو كان لها من مفهوم فإن مفهومها لا قيمة له إذا جمعنا بين هذه الواقعة وبين الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات اجمعوا اجمعوا حتى لو كان لتلك الآية من مفهوم فإن المفهوم سيتساقط لا قيمة له إذا كان نبي من أولي العزم هو شيخ المرسلين وقد عاش عمرا طويلا هو لا يحسن تقييم ولده وسبحانه وتعالى يقول له من أن معلوماتك ما هي بعلم ومن أنك إذا أردت أن ترتب أثرا على معلوماتك الرجالية هذه فإنك جاهل إني أعظك أن تكون من الجاهل فماذا قال نوحن النبي قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم فهذه المعلومات الرجالية ما هي بعلم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسر إذا ما ذهبنا إلى سورة الأعراف وإلى الآية الخامسة والخمسين بعد المئة بعد البسملة واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا الذين اختارهم موسى النبي للميقات اختار سبعين من خيار قومه أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل فإن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب التي سأعجلها إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا الروايات ماذا تقول أحاديثنا التفسيرية كان عدد قوم موسى سبعين ألف فالترهم فاختار منهم سبعة آلاف ثم فالترهم فاختار من السبعة آلاف سبعمائة ثم فالترهم فاختار من السبعمائة سبعين هؤلاء هم الذين تتحدث عنهم الآية واختار موسى سبعين ألف فالترهم فاختار منهم سبعة آلاف ثم فالترهم فاختار من السبعة آلاف سبعمائة ثم فالترهم فاختار من السبعمائة سبعين هؤلاء هم الذين تتحدث عنهم الآية واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ولما وصلوا إلى الميقات غدروا به غدروا بموسى موسى نبي من أولي العزم هو كليم الله وقام بعملية فالترة معقدة بحسب الروايات التي عندنا فالتر من سبعين آلف فالتر منهم سبعة آلاف ثم فالتر السبعة آلاف فأخرج منهم سبعمائة ومن السبعمائة أخرج سبعين اختيار نبي من أنبياء أولي العزم فكان اختياره ليس صائبا ليس مسددا تقييمه الرجالي كان تقييما خاطئا واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا معلوماته الرجالية مع كل هذا التحقيق هذه عملية الفلترة عملية تحقيق وبشكل مباشر تعتمد على الحس وليس على الحدث كما يفعل الرجاليون الرجاليون معلوماتهم حدثية وليست حسية متى رأى محمد رضاء السستاني رواة الحديث في زمان الباقر او في زمان الصادق متى التقى بهم وفي زمان باقي الامة صلوات الله عليهم متى التقى بهم وهل هناك من كتب نقلت لنا معلومات صحيحة عنهم من اشخاص في ايام زمانهم الذين كتبوا عن الرواة كتبوا في القرن الخامس الهجري امثال الطوسي والنجاشي او سبقوهم بفترة ما هي ببعيدتين هم بعيدون عن الرواة فمن اين جاءوا بالمعلومات ومن اين يستنتج السيستاني او الخوئي او محمد باقر الصدر او محمد رضا السيستاني من اين يستنتجون معلومات صحيحة ونحن نعيش في سنة الف واربعمية وثلاث واربعين للهجرة هذا كله هراء موسى نبي من اولي العزم وقام بعملية تحقيق حسية وهو كان يعرفهم عن قرب انه يعيش معهم فالترى السبعين الف الى سبعة آلاف والسبعة الاف الى سبعمائة وسبعمائة الى سبعين والسبعون كلهم ليسوا على خير غدروا بموسى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجف ماتوا عقبهم الله وماتوا لانهم غدروا بموسى حكايتهم مفصلة في الرواية لا مجال للحديث عن كل صغيرة وكبيرة موطن الحاجة هنا من ان موسى قام بتحقيق وفلترة دقيقة حسية وليست حدسية واختار سبعين من قومه وتبين ان كل تقييماته ليست صحيحة لان لانها تقييمات رجالية التقييمات الرجالية يرفضها القرآن القرآن يرفض علم الرجال ولا اريد ان احدثكم اكثر من ذلك عودوا الى الحلقات المختصة بعلم الرجال والتي تحدثت فيها بالتفصيل انا هنا لست في مقام التفصيل في مقام الايجاز والاختصار فهذا الكتاب قبسات من علم الرجال الذي اُلِّفت حوله رسالة الدكتورة هذه هذا يخالف القرآن بدرجة مئة بالمئة هنيئا لكم بالمراجع القادمين الذين دينهم يُؤخذوا من منهج يُخالف القرآن بدرجة مئة بالمئة وقت الحلقة صار طويل وعندي كثير من الكلام عندي كثير من الكلام سأتركه إلى حلقة يوم غد حلقة يوم غد أهم من هذه الحلقة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر